وشدد وزير الخارجية على تتابق رؤى المصرية الأردنية تجاه القضية الفلسطينية وأدان عبدالعاطي عمليات القتل والتدمير التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة وأكدى على ضرورة الضغط من أجل وقف إطلاق النار وحقن الدماء الأشقاء الفلسطينيين هناك تطابق في مواقفنا تجاه التطورات ما يحدث من أوضاع كارثية سواء في قطاع غزة سواء في الضفة الغربية وأيضا في القدس الشرقية المحتلة كما تعلمون للأسف الشديد ووسط صمت دولي مخجل لدينا أكثر من 37 ألف شهيد وأكثر من 87 ألف مصاب وللأسف الشديد هذا القتل والتدمير ما يزال مستمر اتفقت وأخي معالي الوزير على همية استمرار جهودنا في الضغط على الشركاء الإقليميين والشركاء الدوليين وعلى المجتمع الدولي للعمل على التحرك بجدية لتحقيق الهدفين الساميين وهما وقف إطلاق النار وبالتأكيد وفقا لقرارات المجلس الأمن وآخرها القرار 27 35 وعدم الاكتفاء فقط بإدانة الانتهاكات والعدوان الإسرائيلي حقنا لدماء المدنيين ترجمة نانسي قنقر